السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طريقة ربط الموبايل مع جهاز الكمبيوتر لنقدر نشغل الإلعاب والتطبيقات على جهاز الكمبيوتر وكمان تصلنا الإشعارات اللي بتصل علينا الموبايل صير تظهر أمامنا على جهاز الكمبيوتر وكمان نقدر نعمل نسخلاء الملفات من الموبايل على جهاز الكمبيوتر ونستخدم كل التطبيقات سواء كان مسينجر وواتساب نعمل محادثاتنا بالكامل عن طريق جهاز الكمبيوتر بالإضافة إلى عرض شاشة الموبايل على جهاز الكمبيوتر في البداية رح نتوجه على الموبايل ونسحب بشريط الإشعارات ونروح نضغط على الربط في الويندوز ومن خلال هذه الشاشة رح نضغط تحت على ربط الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي ونصل عند هذه الشاشة رح نتركها ونتوجه على شاشة الكمبيوتر رح نروح على Start وندخل مباشرة على Microsoft Stores في مربع البحث رح نكتب اسم التطبيق اللي رح نحمله واللي اسمه Your Phone طبعا التطبيق تغير وأصبح اسمه Phone Link يعني رح نكتب في مربع البحث Phone Link طبعا هذا هو التطبيق نعمل إلو تثبيت أو install على جهاز الكمبيوتر ونستنى حتى ينتهي من عملية التثبيت بعد ما ينتهي التطبيق من التثبيت على جهاز الكمبيوتر من شغله رح تظهر لنا هذه الشاشة وهي بنضغط على Get Started الآن بطلب منها الدخول باستخدام email على Outlook طبعا بتعمل email إذا كان عندك email بإمكانك تدخل email مباشرة مع الباسورد وتعمل Continue وبنحدد مربع هذا المربع بعدها بنضغط على QR Code رح يطلع لنا الآن مربع لQR Code علشان نعمل إلو قراءة عن طريق الموبايل منتوجه الآن للموبايل ومنضغط على خيار المتابعة ومنعمل قراءة لQR Code عن طريق الكاميرا حتى يتم عنا الاتصال زي ما احنا شايفين الآن احنا عملنا اتصال ما بين الموبايل وما بين جهاز الكمبيوتر منضغط على Continue ورح يفتح معنا البرنامج الخاص في إدارة كل التطبيقات اللي موجودة على الموبايل زي ما احنا شايفين أمامنا كل هذه التطبيقات اللي موجودة عندنا على الموبايل بإمكانك تضغط على أي تطبيق ويشتغل معك بالكامل زي كأنك تشتغل فيه تماما على جهاز الموبايل وهو طبعا البرنامج إذا لاحظت عليه راح تلاحظ أنه راح يعطيك كل الإشعارات على اليسار زي كمان بإمكانك تعمل مثلا كتم للصوت أو Vibration للموبايل عن طريق هذا البرنامج وكمان راح يعطيك نسبة شحن البطارية على الموبايل بتقدر كمان ترسل أي رسائل SMS عن طريق هذا التطبيق أو البرنامج وتروح كمان على خيار الصور بإمكانك تستعرض كل الصور اللي موجودة عندك على الموبايل وتفتح أي صورة بدك إياه إذا كنت حاب تأخذ منها نسخة وتضغط عليها وبإمكانك تضغط Right Click وتعمل Save As وتأخذ منها نسخة عندك على جهاز الكمبيوتر زي ما احنا شايفين وبالنسبة للتطبيقات بإمكانك تروح على خيار الأبس اللي موجود بالأعلى راح يعطينا كل التطبيقات اللي موجودة عندنا على الموبايل بإمكانك كمان تضغط على هذا الخيار إذا كنت حاب تعرض شاشة الموبايل عندك على جهاز الكمبيوتر زي ما احنا شايفين أو تتحكم في الموبايل بشكل كامل عن طريق جهاز الكمبيوتر أو أنك تقوم بعملية تشغيل لأي تطبيق موجود عندك شكرا